موسيقى موسيقى احباء الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم شارع الصحافة النهاردة معايا ومعاكم موضوع مهم جدا جدا ولكن قبل ما نبدأ فقرتنا وموضوعنا مش هننسى طبعا الاشادة اللي اشادت بيها جميع الدول وعلى رأسهم امريكا بالدور اللي قدمته مصر في وقف اطلاق النار في غزة لانه طبعا احنا بنقول انه قضية فلسطين والكدس قضية كل العرب وما لم تكن قضيته فلسطين والكدس فلا قضية له كل الشكر للرئيس السيسي ومجودات الدولة المصرية النهاردة طبعا معانا موضوع مهم جدا وهنبدأ طبعا هرحب بضيوفي المحكمين العرب معايا مشايخ عرب بيفهموا في الاصول عارفين يعني ايه حق معايا ومعاكم الحج عبد الحكيم عبد السلام اهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا فندم اهلا وسهلا يا فندم معايا ومعاكم الحج محمد فاروق حامد اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم الحج عبد الحكيم والحج محمد فاروق بيحضروا جلسات عرفية بيحلوا مشاكل كتير الجلسات العرفية مهمة جدا يا جماعة الجلسات العرفية دي بتحل مشكلة كبيرة وبتساعد الدولة طبعا وبتشيل عن عاطق الدولة مجهود كبير جدا فحل مشكلات كتير جدا ولكن طبعا هنوجه بعض الأسئلة ليهم حضرتك طبعا هبدأ مع حضرتك بسؤال عايزة عرف انتو موضوع الجلسات العرفية انتو اكتسبتوه مؤخرا ولا ده مكتسب من أبائكم وأجدادكم يعني انتو على طول بتحلوا مشكل لا ده الحمد لله ان شاء الله بسنا ده وراسها أبنا عن جدا يعني أباتنا كانت شغلة في هذا المضوع وجدودنا فحلنا تورسنا عنهم هذا المضوع وماشيين في الجلسات العرفية الحمد لله من زمان يعني حضرتكم متستنوا لما بيجي لكم مثلا مشكلة ولا انتو ده تطوع منكم على طول انتو على طول ثبقين وتروحوا على طول تجاه المشكلة تحلوها قبل ما تنكرر لا مجرد ما بنحسن فيه مشكلة في أي مكان احنا بنتحرك بدون محدي دعينا طبعا حضرتكم طبعا حضرتكم أعضاء في لجنة النزاع فضل منازعات لجنة فضل منازعات صح تمام كده طيب في بعض المشاكل مثلا أو بعض مثلا الأحكام اللي بتصدر على بعض المحكوم عليهم بشرط هل انتو الحكم ده بتبقى ايه الضامن انو انو الحكم ده مثلا هيتنفذ منه يعني ايه الشرط اللي دايما انتو بتستنوه او ايه الشرط اللي بتبقوا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بتخلص في وقتها. تمام. بيبقى الناس متفقين او احنا متفقين ان الاجلسات دي بمبلغ مادي موجود على الترابيز. اه. فيه اه ناس بيبقى بوصلات. الضمان لنا احنا بنضعهم على صلاة على الابيض. اه. وبندينهم مهلة من شهر لتلات شهر حسب الطرف اللي عليها الحق. اه. بيجي ما جابش في المعاد بتاعه الفلوس اللي هي المطلوبة. اه. تبتم علاجمة التحكم تاني وتدي الوصلات اللي هي على الابيض اللي طرف التاني وتدي الى الطرف اللي هو الحق. اه. هو بيصرف فيها بيرفعها. بتنتميلي بالمبلغ اللي هو محكوم عليه. اه. طيب. اه. ايه اصعب المشاكل اللي عدت عليكم اخدت منكم وقت ومجهود. يعني بتبقى اكتر مشاكل بتاخد مجهود الدم. اه. طبعا. هو اكتر حاجة بتاخد كده. اللي هي بتبقى فيها اصابات. بيبقى فيها تعورات. هي بتبقى اكتر حاجة. تمام. تمام. طيب. اه. في بعض المشاكل مثلا بتحتاج لشهادة سيدة. يعني. لو احتاجتوا مثلا شهادة واحدة سيدة. فعلا بتستدعوها ولا بتحاول تفضل موضوع. ده اقوى بيبقى اكتر بالنسبة للراجل. يعني بنحاول للراجل اكتر. وبعدين اللي بنستشهد به. لما كانش اهل ثقة. واحنا بنحاوره. ومنعرف فيه مصدر المصداقية. اه. ما بناخدش بشهادته. يعني فيه ناس بيجينا ما فيهاش. ما بنحسش احنا كمحكمين. واحنا بنحاوره. اه. انه هو ما عندوش مصداقية في الكلام وممكن يغير وممكن يضلنا. ما بناخدش بشهادته. فبناخد بمنطق الباني على من الدعا ولا من على من انقر. تكمل الكلام الحق محمد. اه. لو فيه واحدة سيدة احنا بناخدش بشهادية. هنازم ببقى اتنين ستات. اه. وساعة ما ناخدش هادية بقى في مكان بعيدة. عشان الاساس ما نجيبوه مش قدام الرجال يعني. اه. في مكان بس في النفس المحوط المكان اللي احنا عمنا فيه لجلسة العرفية. واحدة سيدة بس ما ناخدش بشهادية. لازم ببقى اتنين ستات. لازم بقى اتنين ستات. تمام. واخد واخدان رأي الشاهد او 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 بيطرح اللي عنده او بنستفاد منه بيبقى في جلسة التداول بعيدة عن الاطراف من عن الحرك يعني. تمام. طيب بالنسبة لما بيكون في حكم الفدية. اه. هل اه الفدية بتختلف اه من راجل اللي ست? هو المهروض شرعا ان الراجل بتقدم له مية ناقة او ما يعادلها. اه. والست اه خانسين. تمام. بس احنا بليجي في الموضوع الدام ده بنحاول نقرب المسافات. اه. ان حتى لو فيه اه فيدي على راجل اه تامنة المية ناقة النهاردة. تمام. اتنين ملون ونص. تمام. فاحنا بنحاول بين الطرفين توصل مليون مليون ومليون يعني. او حسب ظروف. حسب ظروف. حسب ظروف المشروط عليه دفسه. اه. اه. مش ان احنا بنطلع بالموضوع بنجاح. وبتقدم اله. بتقدم كافا مع الفدية. وبيكون في وجود المحافظة بالاسويف. والكيادات الامنية كلها. صح. ده سؤال لكم انتقول لحضرتك يعني اه. لما بيكون فيه فض انزع او حل مشكلة يعني. دايما بتبقوا اه. تستدعو قوة مثلا من من الامن. قوة الامن دي بنستدعوها في المشاكل الكبيرة. اللي هي طبعا الدم ده اساسي. ما نفعش حد يقدم كافا بدون امن. اه. ونشكر السيد اه. رئيس الجمهورية عفتاح السيسي. في ترخيص ترصيخ الامن في البلاد. ولولا كده ما كنش عالنا مع حضرتك النهاردة وبنتكلم. وطبعا ليه ادوار كتيرة. بس احنا بنتكلم بصفة خاصة صفة الامن والامن. تمام. حضرتكم طبعا بتمسهول قضاء العور في الدولة. وبتشيله قاطة كبير جدا عن عن كهل الدولة. بتساعدو. في حل مشكلات متتابعة على اصل المشكلة. يعني المشكلة حصلت وخلاص. المشكلة في اللي بعد اللي كده بقى. يعني اللي بعد كده بيبقى في تتبعات للمشكلة نفسها. فانتو طبعا بفضل الله بتقدروا تحلوا المشكلة الاولى وبتنتهي. بفضل الله احنا بنخلي سبعين في المية من المشاكل ما توصلش لنيابة ولا توصل اللقسان. يعني بالحلها قبل ما توصل. ولو وصلت الاسم بنستأذن رئيس المباحث وبنخش نعود مع الطرفين. تمام. قبل ما اعملوا المحضر. تمام. وبناخد موافقة رئيس المباحث وبنردوهم مع بعض وبناخد المضوهم على شرط التحكيم في الاسم وبنطلع نعملهم قاعدة. ولو وصلوا ما لحلهمش في الاسم وراحوا النيابة وتعرضوا على النيابة بنخش عند رئيس النيابة. ونستأذن حضرته ان احنا هنصلاحهم مع بعض. فهم بيرحبوا بالمضار دي. على السيء المشكلة ما تفخمش يعني. يعني تقصدهم بيدعموكم دايما في او بيقفوا من جنبكم في وقت حل المشاكل. اه والنيابة كله بيدعمنا في المشاكل. تمام. تمام. طيب. اه لما بيكون فيه مثلا حكم او شرطه معين. هل الطرفين بيقبلوا بالشرط ده? ولما بيكون فيه مثلا رفض لاحد اطراف النزاع بالشرط نفسه. اه انتو تصرفه ازاي. اكيد طبعا مش بالسهل انه تقدروا تقنعه مثلا الطرفين بالحكم المعين او بالشرط المعين. تصرفه ازاي بقى. ودائما عندنا في العادات العرفية بنحكم بالفضل ولاسب العدل. تمام. يعني واحد مثلا راجل فقير ما يملوكش حاجة وعمل مشكلة. والمشكلة دي مثلا في العرف يدفع مئة الف جنيه. هو ما عندوش امكانيات يدفع المئة الف جنيه. اه. لو انه لو يدفع مئة الف جنيه اقول ما يدفعش. اه. واحنا ما عندناش السيطرة ان احنا ندفعه غزبان عنه. اه. فبنحاول بين الطرفين ان احنا نبسط المبلغ على قد هو مقدر يعني. اهم حاجة ان احنا نطلع من الجلسة العرفية نكحة. اه. والطرفين وده عند ده. وبتغدى يوم وبتعاشى يوم وبصير المحبة بينها ده. تمام. تكملة الكلام من الحاجة عبدالحكيم. لو فيه مشكلة برضه حصل زي حضرتك ما بتقول كده وما توصلناش وفيه طرف محترض او مستقطر الحكم ده عليه. احنا طبعا ده بعد تداول وي وي واكتهد من انا كبير. اه. فبنرجع بنقول له انت ليك حق الاستقناف. ان انت تستقنى في الجلسة دي. وتتعجد الجلسة تانية بس ما تبقاش فيها لجنة التحكم دي وبقا فيها لجنة تانية. اه. يعني بيبقى ليه الاحقية في دي. تمام. طب المكان بقى مين اللي بيختار المكان اللي بيناقد فيه الجلسة نفسها. اختيار المكان بالنسبة للجلسة لازم بيطرع عليه المركز بصفة اولى. اه. وبعد كده ناس من الاعيان او ناس محكمين ناس اهل ثقة للاتنين. ولازم يبقى بارتياح الطرفين ما بنقبرش عليهم. اه. بيتعرض عليهم اكتر من مكان وديوان المركز بصفة اولى. واللي بيرياحهم هما الاتنين احنا. اللي بارتamba بيه احنا بنساعد معهم في. اه نتكمل يا حجم محمد آآ. في طرفين طبعا طرفينين في النزاع. طرف بيختار ثلاث اماكن. طرف الاول بيختار. او.Beختار ثلاث اماكن بس بشرط منهم اسم الاسم او المركز والطرف الثاني اللي مختارش من حقه يختار مكان من الثلاث يعني الطرف بيختار ثلاث أماكن لحد الثلاث أماكن قاعد عند سين أو سات أو في الإس الطرف الثاني بيختار مكان من الثلاث على أساس الثاني بقوا مشاركين في الاختيار المهم أن احنا بنجتهد ونوفهم في المكان اللي يرتاحوا فيه الاثنين ده اللي يهمنا طيب فيه في كل واحدة محلية حاجة اسمها لجان فض النزاع لجان فض النزاع دي هل فيها اختلاف عن دوركم كمحكمين؟ ده هي فضل هي هو هو الضور بس المحليات ما فيهاش لجان لفض المنزاع دي كان بتتعامل زمان في الجمعيات ودلوقتي بيبقى الأساسي فيها بالنسبة للجهات الحكومية المركز بس وفيه دووين مثلا أنا ناس معروفة ناس بشياد لها بالنزاها وبالسمعة الحسنة أو بيت عمدة يعني بيبقى فيه أكتر من مكانية اكتر طيار الأشخاص اللي بتدخل في الصلح ده عامل مهم جدا جدا لأنه للأسف فيه أشخاص بتدخل بالصلح للأسف بتدخل بالعكس يعني بدال ما بتحل مشكلة لا بتدودها هو شرط فيها أساسي إنية صحيح إحنا علينا بس إن إحنا بناخد بالأسباب تمام طيب حضرتكم بترجعوا للشريعة مثلا في الشروط أو الأحكام اللي أنتو بتقولوها أو إلا أنتو بتحاولوا توصلوا لشرط يرضي الطرفين يعني ده المهم ولا لازم بترجعوا للشريعة مثلا أي عادة عرفية عندنا بمعانا رجل من الأوقاف من الأوقاف آه رجل فاهم ورجل حافظ رجل عالم وفي نفس الوقت بمخليه مرجح في الحكم اللي إحنا بنقوله يعني طرف عنا بقى المحاكمين دول طرفين المحاكمين بشوفوا إن الرجل ده مثلا مئة ألف وطرف التاني بشوفوا إن هو مثلا سبعين ألف آه ده اللي حضراتكم بتغضوها مثلا في الشرط والمحكومة عليه مش بينفذ الحكم ده إبقى إيه بقى الحل ساعتها بتجتمع اللجنة تاني اللي هي كانت حضرة للعادة العرفية دي وبالسلام من وصلات بتبقى صلات بتبقى نحدد في المبلغ اللي إحنا كنا نحاكمين به في العادة العرفية بنسلامها للطرف التاني اللي هو ليه الحق تمام يعني بيرفعها عن طريق المحكمة بقى بياخد بقى مجاله بقى القانون التاني آه يعني الشروط بتتدون كل الكلام اللي بتقى في القادة بيتدون وبعد كده مثلا ليه الحق إنه هو يدعي بي تمام زائد الشرط الجزائي يعني لو مثلا محكوم له مئة ألف بمعابين شرط الجزائي مثلا تاني عشان محدش تعد على حد مئتان ألف أو ما يدفعش في المعاد مئتان ألف بتحط المبلغ ده زائد ده تمام الشرط الجزائي زائد الحق لطلق عشان هو ما دفعش زائد الحق لكان طلقه في المرة الأولى آه تمام كده طيب في الأعدات العرفية والجلسات العرفية بنشوف فيها مصاريف وبنشوف فيها تكاليف أكل وشرب وفراشة حاجات زي كده مين بقى اللي بيتكلف أو مين اللي بيقوم بقى بتكلفة المصرفات دي مثلا تكلفة المصرفات دي الناس اللي هي بتعملها زي حالتنا كده كتير أهل الخير ده بيعملوها تطوع لله آه ما بياخده لهاش أي مقابل نهائي تمام والناس دي بتبقى عامل أماكن للمجالسة العرفية بيبقى في دووين أو في بيوت كبيرة وبتعمل فيها الجالسة العرفية بدون أي مقابل تمام إنما لو اتعاملت مثلا في أي جهة رسمية ولا حاجة بيدفع مصاريف عادية مصاريف الشاي الحاجات اللي هي البسيطة دي بس تمام لكن ما فيش حد بيدفع عشرة ولا عشرين ولا الكلام ده خالص يعني أما بالنسبة في الدم بيبقى طبعا بيبقى عاملين صوام كبيرة الدم ده بقى بيختلف المحافظة بقى موجود هو الفيديو تقليم الكفر فبتبقى فيه مصاريف كتيرة فحتى لو اديها مثلا الناس هتحكم بمليون بيقولوا مليون ومئتين ألف أو مليون ومئة ألف عشان مصاريف اللي هتعمل طبعا فالدم بقى فيه مصاريف كتيرة الدم بيختلف عن المجالسة اللي في البيوت أما أغلب الجلسات العرفية سواء أنا اتطوعت أو الحاجة محمد أو غيرنا بيبقى فاتح بيته بدون مقابل من كام يوم شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقينا تلاتة بيقدموا كفن بعد كده كانت الأسئلة يعني ايه اللي خلي دول بيقدموا كده أكفن على قديهم بدون مثلا أمن مركزي أو بدون مثلا كوة معاهم بعد كده طلع حد اسمه إسلام الرئيس حكى المشكلة المشكلة كانت أنه هو عنده مركب سياحي وعلى ظهر المركب حصلت منوشاته ومشاجرات مع حد من عائلة المرغاني تقريبا من عائلة المرغاني يعني كانت مشاجرة عادية فاتدخل حده بالصلح أنه هم يتصلحوا طبعا هو عاوز يحفظ طبعا إيه على أكل يعيشه عاوز الناس دي تاني تروح تعمل شغب فحد اقترح عليه أنه هو يحل المشكلة وتنتهي عشان كل واحد يعيش طبعا بأمن وأمان اللي كان متدخل بقى بينهم أقنعوا أنه هو يروح يعتذر للناس في منطقته اللي هي منطقة عين شمس إسلام الرئيس وكان أبوه وعمو راحوا لعائلة المرغاني بس كانت هناك مفاجأة أنه هم طلعوا عليهم سلاح تقريبا عشرين بندقية آلي وأرغموهم أنه هم يعتذروا أو بالمعنى الأصح أذلوهم ودهم أكفان حضرتكم إيه هالتعليق بقى هو دور الوسيط ما أمشي ما أمشي صح الوسيط اللي قاين بحل المشكلة المفروض أنا أبقى متابع الطرفين أو خلينا نقول هم مختاروش صح هم مختاروش صح والوسيط برضو دوره ما كانش صح مفروض مشكلة زي دي كده تحتبر مشكلة كبيرة لما يبقى مشكلة زي دي كده ما بنعملهاش عندنا فدي المفروض أن الجهات الأمنية بتبقى موجود فيها بتبقى أمان لكل وبعدين ما يبقاش بالطريقة دي كان المفروض قعدوا في مكان محايد مكان فيه ثقة أو جهة أمنية أو مكان محايد للتنين ما يبقاش عنده وكان ده داع ناس وده داع ناس داع محكمين وده داع محكمين وزي ما الناس حكمت بياناتهم زي ما الوضع الطبيعي اللي ماشي دي الخطأ الأول والأخير فاعل على الوسيط اللي هو قام بحل المنزعات اللي هو سواء إذا كان في لجنة فضل المنزعات أو جرهم مثلا وبيحل بياناتهم المفروض هو كان يبقى فاهم وعارف أن ده العمين كذا ما كان يشتداد الجر وبرضه ما نقدرش اللوم عليه وممكن يكون قايم بحسن نية ما نقدرش نقول بسوء نية بس هو التصريف أساسا في خطأ صح تقصد المفروض أنه هو مكان شراح لمنطقتهم تمام خالص لأن دي أصلا أطراف نزاعي يعني وارد أنه أي حد ممكن تجيله كلمة أو فتنة من حد تاني مثلا يتقلب الموضوع يتقلب الموضوع عكسي فهو المفروض أن في حاجة زي دي كده أن أنا بتصالح في مكان محايد حتى لو ما فيش محكمين وبنمضى على ورق وشروط جزائية وفي نفس الوقت بنرتضى الأول ونحلف على يمين الله نقسم على اكتاب ربنا وبعد كده بنروح عند الاتنين يعني بنروح هنا وبنروح هنا إنما أنا بيبقاش واحد بينه وبنه مشكلة واخده راح أوديه للخص فهو دور الوسيط يعني دور الوسيط ما كانش صح يعني تمام كانش واخد مساوط طبيعي برضو معنا في الشيخ الكلام معنا كان فيه مشكلة طار في مركز العياد طبعا مشكلة دي كانت مشكلة كبيرة جدا ادخل فيها ناس طبعا محترمين زي سعادتكم كده الأستاذ طايع الشياطي والشيخ سعيد الشياطي إن شاء الله هيشرفونا برضو وهيحكوا المشكلة حصلت ازاي وتحالت ازاي على قديهم الناس طبعا برضو وقفت وحلت برضو حالة المشكلة طبعا وتم تقديم الفدية وإن شاء الله الحلقة الجاية هم هيبقوا معنا وهنستضيفهم إن شاء الله الأستاذ طايع الشياطي والشيخ سعيد الشياطي حلوا برضو مشكلة طار والحمد لله تمت بخير والأمن عم المكان والمشكلة خلصت من أساسها يعني كان فيه سلسال دم كان ممكن إن هو يبقى متتابع على المشكلة طبعا وإحنا بنقول إنه الطار وقوده الأكل زي منار وقودها الحطب إن شاء الله هيبقوا في صدافتنا الحلقة الجاية طيب السؤال بقى ساعات بيبقى فيه مشاكل كبيرة جدا ولما بنرجع لأسبابها بيلاقي إنه السبب لا يذكر أو إنه أسباب يعني ممكن تتحل كده بكلمتين وخلاص يعني ولقى المشكلة كبيرة هل بقى أنتوا قابلكم مثلا مشاكل من هذا النوع كتير بقى المشكلة بتبقى تبدأ صغيرة ومع الناس طبعا الناس بتفتن هنا وبتفتن هنا أنت مش عارف ستة حقك له مش عارفه وأساسة مثلا تلاقي عائلين صغير نتخلقهم مع بعض واحدة ستة شجرة ومجرد كلام معجارها وكلام بيوصل رجال وبتوصل لمشاكل كبيرة وبأساسها مش من سأل أي حاجة خارج الحاجات اللي زي دي كده يعني أفضل حاجة فيها الاستعجال في الصلح وفي خمدان الشرارة دي وهي لسه بدأ يعني المفروض أن كل إنسان محترم يجري ويسعى في الخير في أي حاجة معجاره بصرف الرزر عن أننا نحن كحكام أو لجنة تحكيم أهل الخير كتار والدنيا بخير يعني المفروض أنه أي حاجة بدأ المفروض أن يسعى فيها قبل ما تكبر لأن ما فيش حاجة بتبتدأ أساسا كبير هي الصغيرة الصغيرة لما بتساب بيدخل فيها الفتن والكلام بتكبر إنما لما بتتلحق المشكلة في أولها يعني ربنا يبيسهل وتخلص على طول ما بتاخد شواء يعني أنا أقول لساعدك ما بنستناش لما حد يبعت لنا منطرفين إحنا مجرد ما بنعرف أن فيه مشكلة وفي البلدنا أو في البلدنا إحنا بنتطوع إحنا بنتحرك في نفس اليوم في نفس اليوم بنتحرك على أساس أن المشكلة ما تكبرش لأننا بتبقى صغيرة وبنحلها بتتلحق في البداية يعني بحل في 70% أو 8% قبل ما توصل لإسم الشرطة أو النيابة إيه أغلب المشاكل اللي هي مثلا بتقابلكم أو إيه نوعيات أكتر المشاكل اللي بتقابلكم مثلا كتير المشاكل بتبقى متصنفة مش حاجة وعدة يعني يعني بتبقى متصنفة فيه جيران في غيط فيه جيران في بيت خدت بالك فيه الناس بتحتكوا وهي حتى ما ماشى في الشارع نحن بنقول للناس إن هم يوصع صدرهم شوية المفروض يحكموا عقلهم برضو يسمعوا الصدامرهم تمام المشاكل والعنف بيولد مشاكل وعنف وبيولد كرة تمام يقربوا ربنا ويتعاملوا بميرد الله ربنا يجعلوك ميزان حسناتكم وإنتوا نمازج مشرفة للدولة وبصراحة يعني أنا متشرفة بوجودكم معي النهار ربنا يبراسوا كيس عندي ربنا يبراسوا كيس عندي أي حد عنده مشكلة أي حد عنده اقتراحات مستنياكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة انتصار عبدالسلام ندمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة